اللي جاية وفرصة كويسة انك بتلعب قدام فريق زي المقاصة تقدر تجرب لعائبتك وتتطمن عليهم وعلى حالتهم وتجهزهم طبعا قبل مباراة سانداونز ليه كنت بقول لحضراتكم سريعا برضو ان النسخة دي ممكن تكون النسخة الاخيرة من الشامبيوز ليج لانه في اغلب الظن ورغم انه الفيفا يمكن الفيفا نفسه كان ظهر من حوالي شهر واصدر بيان انه ما فيش حاجة اسمها بطولة سوبر ليج وانه لان يتم الاعتراف بيها لكن يبدو انه جد في الامور امور في اثناء استضافة الكاميرون لبطولة امم افريقي ويبدو ان موتسيبي رئيس الاتحاد الافريقي مع جاني انفانتينو قرر انه هما يجربوا تبقى افريقي هيحق للتجارب لقصة السوبر ليج وانه السنة الجاية وانفانتينو وعد يعني انه هيقدم دعم للاتحاد الافريقي واتحاد الافريقي بدوره هيقدم دعم للبطولة الجديدة بحيث انه يسهل على الاندية اللي بتعاني طبعا ماديا يعني اغلب الاندية الافريقية بيش بكلم حضراتكم على الاندية الكبيرة وبكلم على معظم الاندية الافريقية بتعاني في فكرة تكاليف السفر وفكرة المطشط اللي برا الارض وقوى الاخر والاقامة والحاجات دي كلها فمفترض انه الاتحاد الافريقي هيزل المشاكل دي قدام الفرع الافريقية قبل ما يلعب السوبر ليج اللي هيكون تحدي صعب مش بس تحدي الافريقي لكن كمان تحدي صعب لكل اندية يعني انا بكلم حضراتكم من شوية عن فريق بحجم النادي الاهلي الفريق الاكبر على مستوى القارة الفريق صاحب اكبر عدد من المباريات على مدار الموسمين الاخرين يعني لو شفت حطيت عدد المطشط اللي لعبها النادي الاهلي النادي الاهلي المصري في اخر موسمين مجتمعين اتحداك انك تلاقي فريق على مستوى العالم لعب نفس الكام ده من المباريات في ايه دوري او في ايه بطولة يعني انت بتكلم على فريق اولا صاحب لقبين قارين يعني لعب دوري ابطال في نسختين متتاليين ووصل لمنصة التتويق فمعناه انه شارك في البطولة بالكامل ولعب مطشطها كلها بالكامل ونتج عن فوزه او تتويجه ده انه لعب مبارتين كمان زيادة في بطولة سوبر الافريقي ونتج عن الفوز ده برضه انه شارك في ثلاث مباريات في نسختين من كاس العالم الاندي نهايك طبعا عن البطولات المحلية اللي هي الدوري واللي هي الكاس واحنا الدوري بتاعنا عدد فرق ومش اولهيل تتكلم على 18 فرقة يعني الفريق بيلعب 34 مباراة في الموسم فكون الاهل ينجح في ده لمدة موسمين ده معناه كم كبير جدا من مطشط ومع ذلك حط في اعتبارك انه مشوار بطولة افريقيا في شكلها الحالي المسمى بتاعها الشامبيونز ليج الاهلي من اول مشواره في البطولة الدور التمهيدي بيلعب مطشين المجموعات بيلعب ستة الرايح جاي يعني 8 مطشط دور التمانية مطشين يبقى 10 مطشط دور الاربعة مطشين يعني 12 مطش والنهائي بيتلعب من مباراة واحدة على 13 مطش السوبر ليج بقى قصة تانية خالص السوبر ليج عبارة عن تلات مجموعات كل مجموعة فيها 8 فرق هيلعبوا دوري يعني هتلعب رايح جاي